السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة تحذف جميع رسائل بريد إلكتروني في الجيميل دفعة واحدة فأتمنى دعمكم باللايك والاشتراك ويلا خلونا نبدأ الشرح في البداية يا شباب أول شي تساونا تروحون تفتحون حساب الجيميل فهذا الآن حساب الجيميل وهذا الرسائل اللي موجودة عندي فلو تلاحظوا الآن نقدر نحذف الرسائل ولكن كل رسالة بشكل منفصل أو تضغطون على الرسالة اللي تبعون تحذفونها بشكل مطول وبعد كذا نفس الشي على الرسالة الثانية والرسالة الثالثة ولكن هذه الطريقة متعبة وتاخذ كثير وقت خصوصا إذا كان عندك رسائل كثير فالآن يا شباب رح نشرح الطريقة لحذف الرسائل دفعة واحدة فهذا تطلعون الآن من حساب الجيميل وبعد كذا تروحون على المتصفح عندكم بعد ما تفتحون يا شباب المتصفح تكتبون في البحث جيميل HTML هذا الخيار فمن هنا تضغطون على أول خيار يظهر معكم بعد كذا يا شباب تضغطون على الثلاثة نقاط اللي فوق على يسار وتضغطون تفعلون هذا الخيار اللي هو الموقع الإلكتروني فبعد كذا يا شباب تضغطون على هذا الخيار اللي هو إصدار HTML أساسي من جوجل فهنا يا شباب تتأكدون أنكم تختارون هذا الخيار اللي هو الانتقالي إلى أحدث جيميل عشان يفتح معاكم الجيميل بأحدث إصدار لأنَّه لو فتح معاكم بالإصدار القديم ما رح تقدرون تحذفون الرسائل دفعة واحدة فتضغطون على انتقال إلى أحدث جيميل فكذا الآن يا شباب لو تلاحظون فتح عندنا حساب الجيميل على المتصفح فكل اللي تحتاجون تسوونا تروحون على الثلاث نقاط اللي فوق على يمين هذا الخيار وبعد كذا تضغطون على المزيد ومن هنا تضغطون على كل البريد كذا الآن يا شباب ظهرت عندنا جميع الرسائل اللي في البريد فلو تلاحظون الآن موجود عندي 4490 رسالة فكل اللي تحتاجون تضغطون على هذا الخيار فكذا الآن يا شباب لو تلاحظون تم تحديد 50 رسالة دفعة واحدة تقدر تحذفها بشكل مباشر فكل اللي تحتاج تسويه تضغط على هذا الخيار ورح يتم حذف 50 رسالة دفعة واحدة فالآن تم حذف 50 رسالة لو تلاحظون الآن الرقم نقص صار 4440 فتقدر مرة ثانية تختار نفس الطريقة تحدد على هذا الخيار وتضغط حذف فكذا بكل سهولة تقدر تسوي حذف لجميع الرسائل بطريقة سريعة فهذا كان يا شباب الشرح بكل اختصار أتمنى أنه كان شرح بسيط ومفيد لكم لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ونشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة